لا يزال مسلسل استحواذ الشركات الأمريكية على كيانات أجنبية مستمراً فمؤخراً تم الإعلان عن زواج جديد بين الشركات وهذه المرة بين سلسلة مطاعم بيرغر كينغ الأمريكية للوجبات السريعة وتيم هورتنز الكندية للقهوة والكعك المحلأ بيرغر كينغ دفعت 11 مليار دولار للاستحواذ على تيم هورتنز واللافت كان استثمار رجل الأعمال الشهير وورن بافت بالمشروع الجديد بمبلغ فاقة الثلاثة مليارات دولار ما يعزز من أهمية الصفقة وبهذا يصبح الكيان الجديد ثالث أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم في حال فاز بموافقة الحكومة الكندية أكبر شركات الوجبات السريعة في العالم هي مكدونالز التي تملك نحو 19 ألف مطعم تليها كي اف سي وفي المركز الثالث بيرغر كينغ بعد الصفقة في حين تراجعت سابوي إلى المركز الرابع أمام بيتزاهات وستارباكس بيرغر كينغ وتيم هورتنز تعملان في مئة دولة وبمبيعات تفوق 23 مليار دولار بيرغر كينغ تعول على نظيراتها الكندية كي ترفع مبيعاتها خاصة في وجبة الفطور الصباحية لكن مهمتها لن تكون سهلة خصوصا وأنها تواجه منافسة شرسة من مكدونالز وستارباكس صفقة بيرغر كينغ قوبلت ببعض الانتقادات خاصة فيما يتعلق بنقل مقرها الرئيسي إلى كندا ما اعتبره البعض هروبا من دفع الضرائب في الولايات المتحدة حيث يذهب أكثر من 35% من إيرادات الشركة لمصلحة الضرائب الأمريكية في حين النسبة تتراوح بين 15 و 25% في كندا هي ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الشركة أمريكية فتح أسواق جديدة لها خارج حدودها للهروب أو للحد من فتورتها الضريبية فمنذ عام 2012 تسارعت هذه الظاهرة خاصة في قطاع الأدوية لتخفيض الفتورة الضريبية لبعض الشركات إلى ما يعادل 15% موجة الاستحواذات هذه أثارت تساؤلات الإدارة الأمريكية حيث يبحث الكونغرس احتمال تعديل بعض التشريعات الضريبية وتقديم محفزات إضافية للحد من هروب الشركات الأمريكية إلى أسواق ناشئة كما يبحث الكونغرس تعديل نسبة تملك الأجانب بالشركات المحلية ما بين 20 إلى 50% ولكن كثيرين يستبعدون أي إجراءات فعلية قبل نوفمبر المقبل موعد الانتخابات النصفية للكونغرس